هي أيام العبور العبور إلى النجاح في كثير من المصارات بإذن الله وأمال المصاريين تتعلق إن شاء الله بالمنتخب وبالنادي الأهلي ثم بمصارات الانتخابات للأندية المصرية الكثير من الأمور الهمة عندك إيه قبل ما نخش لأن فيه أسئلة كتير جدا موجهة إلينا عايزين نجاب الناس ببساطة ونشرح لهم بأبسط طريقة مصير الأيام القادمة عندنا عنوانين مهمين عنوان واحد هيشمل عدد أو جزء كبير جدا من وقت الحالة رابط ما بين الأهلي والمنتخب الوطني وأيضا عنوان أهلاوي كاملا الأهلي والمنتخب مصير وحدة مصير واحد أم وحدة مصير أزاره فخ لكل من زاره هكذا هو منصوب دايما ده العنوانين اللي إن شاء الله تستمتعوا بموضوعهم على مدار حلقة النهاردة لكن أنت كان فيه حاجة عايزة توضحها أنا لسا أقول لك التليفونات تنهال علي منذ الصباح حتى ما جئنا عاديين يفهموا الموقف بتاع النادي الأهلي والقرار بتاع امبارح بتاع الشق المستعجل والشق الموضوعي وتلي نفس الكلام وإحنا حتى في العربية وجايين التليفونات بتسأل نفس يا جماعة عشان أوضح لكم ببساطة شديدة جدا الموضوع ليس خلاف بين لوائح أو ليس خلافا لائحيا ولكن خلاف مصار لو سألت وزير وقرر الشباب الرياضة تقوله هو من حق النادي الأهلي يعمل لايحته وكل المؤسسات والانديحة أقول لك طبعا لو سألت رئيس اللجنة الإولمبية هو الأهلي من حقه يعمل لايحته الخاصة أقول لك طبعا ومؤكد طب إيه حكيت بقى اللايحة الاسترشادية وفرض اللايحة الاسترشادية الخلاف من أول دقيقة لم يوصف بدقة فدخلنا في المتاهة دي الخلاف على المصار اللجنة الإولمبية ترى أنها مكلفة بحكم القانون بوضع المصار الذي يمكن للأندية والهيئات أنها تمشي فيه علشان تدعو جمعاتها العمومية للجلسة الخاصة التي تصوت على هذه اللوائح الخاصة بالأندية والمؤسسات النادي الأهلي له رؤية في هذا المصار يعني اللجنة الإولمبية مثلا تحديدا بلاش مثلا تحديدا بتقول يكون الإنعقادة على يوم واحد في مقر الإشهار الرئيسي وتمشي في هذا المصار والنصاب القانوني لكل مؤسسة بنسبة معينة من جمعات العمومية كانت في حالة النادي الأهلي 12500 عدو على الأقل النادي الأهلي كان يرى أن من حقه لضمان اكتمال الجمعات العمومية أن يعمل الكلام ده في مقرين وعلى يومين طيب هنا الخلاف خلاف على المصار الذي اتخذوا النادي الأهلي ويراه من حقه والخلاف الذي فرضته اللجنة الإولمبية أن يبقى يوم واحد وفي مقر واحد وبهذه النسبة النادي الأهلي لما يعني أصر على مصاره الذي يراه من حقه اللجنة اللي أمبية قالت له إذن أنت مشيت غلط وتبقى تطبق عليك اللائحة الاسترشادية لحد ما تصحح بعد كده تمشي في هذا المصار اللي يخليك بعد كده تعمل ليحتك النادي الأهلي رفع قضية المصار اللي هتمشي فيه قانونيا لجنة تحكيم لجنة تحكيم واحد من النادي الأهلي واحد من اللجنة اللي أمبية وحكم يفصل بين الموقفين طيب إيه كانت الشكل المستعجل النادي الأهلي بقى عنده انتخابات طيب حيعمل انتخاباته على أي لايحة هو مؤمن بإنه من حقه يعمل على الليحة اللي صوتت عليها الجميع الأممية بتاعته واللي اختلفت على هذا المصار مع اللجنة الأولمبية فرح رافع دعوة شق مستعجل لسرعة البت في الفصل في هذا الخلاف علشان لو اتحكم له يبقى يدعو إلى الانتخابات على ضوء الليحة التي الليحة الخاصة للنادي الأهلي والتي لم تعترف بها اللجنة الأولمبية اذا ما تحكملوش في الشق المستعجل يبقى هو مضطر اذا فتح باب الانتخابات ان يفتحوا على الليحة للسرعة دي وهذا ما حدث الشق المستعجل ما تحكملوش او ترفض اذا اصبحت الانتخابات سيتم الدعوة اليها وفقا او طبقا لللاحة الاسترشادية ولكن هذا لا يعني ان النادي الأهلي سوف يتنازل عن حقه القانوني في هذا الامر الذي يرى ومؤمن به ان هذا حقه هيعمل ايه هيكمل في المصاري القانوني حيروح للتحكيم وقد يروح لدرجات ابعد من هذا ايه لم يحكم له طيب التحكيم ده امتى لسه لم يقرر ومن هنا تكون فتح باب الانتخابات على الليحة الاسترشادية وهذا ما وضحه بجلاء ووضوح المؤسس محمود طهر رئيس النادي الاسبوع الماضي عندما سئل ماذا سيحدث اذا لم يحصل على هذا الحكم السريع في الحالة دي ايه اللي هيحصل هتتعمل باب الانتخابات هيجي مجلس جديد لو حكم على بحقية الاهلي في اعتماد لايحته هيبقى الانتخابات بطلة ويرجع هتفتح باب الانتخابات وينتخب على ضوء الليحة الخاصة بتاعت النادي الاهلي طيب اذا ما تحكمش باللايحة الخاصة بتاعت النادي الاهلي يبقى المجلس الجديد التي تمت الدعوة على اساس الليحة الانسرشادية هيكمل ولكن من حقه يدعو مرة اخرى لعمل لايحته الخاصة هذا كلام اظن بسيط جدا وفصرناه الاختلاف مصارات الا في حالة واحدة اذا لم يفتح باب الانتخابات وهنا عزيزي ابراهيم وهذا احتمال ضئيل جدا على فكرة يعني لان الرئيس النادي قال حنفتح ندعو لباب عنادعو للانتخابات اللي انت قطيلي انا متوقع خلال اسبوع يتقرر مع موعد الانتخابات على ضوء اللاحة الاسترشادية وده يعني اضمن الطرق لان الحزبة التانية تبقى فيه حسابات اخرى انا معرفش افسرها ما عنديش تفسير لها لكن عايز بس قبل ما تخش اه انا ارجو من جميع الاطراف بقى اما ان الامر اذا اتفتح باب الانتخابات يعني والصمرار النادي الاهلي في طريق التقاضي ان نترك الامر جميعا ولا نحوله الى خلاف يؤثر على النادي الاهلي خلينا ننتظر القضاء هيقول ايه دي نصيحتي النصيحة التانية ان نحترم بعضنا البعض جميعا بصرف النظر عن مواقفنا احنا مواقفنا كلها بنزعم بنقل صالح النادي الاهلي طيب هنقل اه اه امت المرشحين وانقل امت بعض ليه وتشمت الناس فينا ليه ما تخلي اللي ينجح كلنا نقدف معاه ايا كان هو مين ونساعده عشان ينجح في مهمته وفي خلال هذا نحترم كل الناس اللي دخله اه عشان تخدم النادي الاهلي انا قلت اللي عنده طيب كده